مرحمة الله و مرحمة بكم مع الفيديو جديد نتمنى يا ربي هذا الفيديو يجب أن تكون في أحسن أحوال تكونوا بخير و على خير نتحانة الوليدات يسهل عليهم و رزقهم النجاح و نقاط هذا الفيديو هذا بإذن الله سوف نوريكم ولأول مرة أسرار البغير الزنقاء عند العائلات التي يبيعونها في الزنقاء يضعون كيف يعملون اتقام عليهم اقتصادي و بواحد طريقة سهلة و ناجحة و مضمونة في النجاح سوف نخدم معكم جوش أنواع بغير يعني اللي بغير يبيع و سوف نخدم معكم البغير بسميدة سوف نعطيكم الوصفة للمعتمدة عندي نتمنى إن شاء الله بإذن الله الفيديو نالإعجاب لكم إلا أعجبكم و السفتوا منهم لا تنسونيش من لايك و مرحبا بكم معايا أول حاجة أردوا معي البال لأنها مهمة بزاف نوعية الدقيق اللي يخدمون به كما قلت لكم العيالة اللي يبيعون البغير الاقتصادي باش يتخمع عليهم اقتصادي بزاف كي يخدمونه بالدقيق البيض و لا يشي أي نوع يعني مثلا أنا هنا استعملت 400 جرام ديال دقيق البيض سوف نستعمل معها 200 جرام ديال سميدة رقيقة ولكن ردوا معي البال النوعية ديال الدقيق دقيق البيض الحرش يعني دقيق الحرش كي تفتحونه يعني ضروري تخدموا بالحرش انا غادي نقرب لكم الكاميرا نقول لكم حيث هنا هاد البغير هادا فيه كمية كبيرة من الدقيق البيض و باش يصدق لنا هاد البغير خاص بحرش يكون بحل تقريبا مسمد يعني بحل شكل ديال فينو وهو رقيق بزاف يلا خدمناه بالدقيق البيض ما غاديش يصدق لنا لانه هنا يكمية الدقيق كمية كبيرة كبيرة ما شاء الله أنا غادي نقرب لكم الكاميرا وتشوفوا كيفاش انه بحل فينو تماما عندما شتو كيفاش داير يعني بحل فينو مسمد و لهادا كمية كي يصدق معاكم هاد البغير خاص بكم ولا بده بالدقيق الحرش بالنسبة للتامن و بحل الدقيق الابيض يعني ممكن تاخدوا بالنسبة للبنات اللي بغاو يخدمون كونتتة كبيرة را غا تاخدوا يعني خنشاة الى 25 كيلو را موجودة عند الهريات وبالنسبة للبنات اللي يكي يخدمون هكا يعني بحلقة بكيلو بجوش كيلو و ماشي مشكل انكم غاهي يخصكم إلا كنتو غاو تدفعوا كونتتة كبيرة صافي كما كنت لكم بالنسبة للكمية انا كما كنت لكم هنا يخديدت 600 قرام دقيق الابيض 300 قرام دي السميدة الرقيقة ولا بدنا ندير السميدة الرقيقة لانها هي لغا سعطينا واحد القوام زمي زوين لهاد البغير هذا و غادي نديروا فيه الخميرة اللي خاصة بالخبز يعني اذا كانت تعرفوا الحال سخون يعني موهم تديروا القيس ديال الخميرة اللي غادي يكفاكم و درت شوية القليل من الملح و درت خميرة و نصف الخميرة اللي خاصة بالحالويات يعني ببيكن باودر و غادي نخلطوا هنا يغيب ادينا انا غنطيكم طريقة صحيحة ديال يعني ديال العيالات كيف كانوا يخدموه و حتى هالطريقة هي اللي كانت تخدم بكريش حالة دي يعني ما كانتش مولينيكس يعني كانت تخدم البغير غيب اليد هنا انا اخديت ليتر ديال الما دافي يعني غير غير كي تحيد من ندك البرودة صافي اما تداب الحال خلطوا بالماء بارد و ضروري كما قلت لكم هنا كانوا نديروا هاد الماء بشوية بشوية ماشي كانوا نديروا هاد الماء لاننا غادي نديروا الماء على حساب القيس ديال الدقيق اللي غادي يشرب لنا باش نقول لكم القاوم اللي خصوص يكون عليه هاد البغير هادا كيفاش بديت به يعني كديروا شوية الماء تحاولوا تخلطوا غيب رؤوس الأصابع تقريبا محلة تديروا بالضرب اليداوي فهمتوا تقدروا تديروا بالضرب اليداوي ماشي مشكلة غيبوا مزيين تقسوا هاد كل عجينة بديكم باش تعرفوا القيس ديال الماء ويستعمل لهم لانها العيلت كل هم تديروا بقى إلي كفز وديكش ماكيخلطوش بالمولينيكس ماكيخلطوها في هاد البغير هاد البغير هادئ ويخلطوا غيب ديالي سافي هنا اياه انا ستعمل واحد سبعمة وخمسي ميلي لتر من الماء تقدروا تعبروا بالكس ديال المولينيكس فيه العبارة ديال الميلي لتر وفيه كل شي سوف يتحسسون البغير يتحسسون البغير و يخمرون البغير و يتحسسون البغير يتحسسون البغير و يكون صحيرا على الناس و يعطوننا نتيجة أفضل كي ادخل علم البغير و اخبركم على نتيجة أفضل و يصدق معاكم 100% امتهم و يمتحسون البغير، أظن أنه قمت بزرعك لانعصاب الفيلم و سوف يتحسسون البغير أقرأي بكم سميدة 400 جرام نصف كأس من الدقيق الأبيض 50 جرام فا قوم ب�اجئ و قسم الملح و خميرة خبز نضيف المهولة في مولينيكس فا انا قام بتعليق 3 كسان سميدة ما بين 4 الكسان سميدة ستأكد 5 كسان فا لا نقسم مباشرة فا الوضع لكما يريد الملحة يجب أن نضيف الخميرة جيدة نضيف الخبز نطحن كل شيء في مولينيكس نضيف الخبز 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 هذا هو الشكل وعليه 45 دقيقة ساعة سوف نقوم بعمل هذه العمليه اما سوف نخلطه بدينا مزيان حتى يعني البغرير دينا نسجم لنا ويقول لدينا خليط واحد اما تقدروا تديره مثلا في مولينيكس يعني تديروا في مولينيكس وتطحنه تيرجع عندكم خليط يعني خليط زوين بزاف وهذه العمليه هي الضمان الوحيده باش ان البغرير دينا كما كنت لكم يصدق هنا كي يجينا البغرير مية في المية صادق لانه خد الوقس دينا في الخميره ومدرنش في حسن الخميره دينا الحلوه بزاف وكما كنت لكم داك الدقيق الحرش على شك نخدمه هاد البغرير دينا كي يصدق معانا حيث إذا خدمنا بطقيق رطب غادي يجينا مدقص وما غي يصدق معانا سوف تشوفوا معايا عملية مهمة خدوا المقلة ديالتكم ديال البغرير وبردوها ضرور من يديروها تسخن كتديروا واحد لإناء احداكم فيه المبارد وكتبردوها مهم شوفوا المقلة ننصحكم بها خدوا لاماكم أنا هادي خديثة شحال هادي صدقتي يزوينة تبارك الله ما نضلش دابوش باقي كتباع مهم عجباتني بزاف خدوا المقلة ديال البغرير ديالتكم راها يعني المقلة البغرير راها تهي عامل من عوام النجاح ديال البغرير راها يخديثوا شي مقلة عيانة ولا تقيلة ولا مزوينة شحال المقلة البغرير خصتها تكون خفيفة باش ضغيكة توصلوا الحرارة والحرارة خصتها تكون عالية شوية لانا إلا إلا قدت الحرارة تقيلة عدو وصلتنا البغرير ما غاديش يتقبلنا يعني غاديش يجينا نطمس كمثا نقوله بالدريجة ولهذا الحرارة مهمة وعملي ديال انكم فيما تديروا البغرير تحيدوا البغرير ديالتكم المقلة تبردو المقلة ديالتكم بالماء عاد انكم كديروا فيها البغرير حيث إلا خليسوا البقلة ديالتكم سخونة راها من جناب ديالكم أول حاجة يقدر ما يتقبل لكم شو البغرير مزيان ثاني حاجة جناب غاديش يجيكم هاكا مصطح مقاد غادي بقايد لكم بحل الدميعات ولهذا يعني تبعوا هاد نصيحة فطهي راها مهم بزاف النجاح البغرير هادو هما العوامل ديال اساس ديال نجاح البغرير تبدو بقايد الاخر يوتو الأخوار السميدة يمكنك تشرب لنا إذا أحد الخالط من الاخر سوف تضغي 1 جمع الكبر الماء لا تريد أن تضحن لكم في مولينيكس اضعوا بالنصف وعاد اضعوا بالنصف يضحون الفيتهوه ويضعون طيبه وعادي جداً بحال نفس الطريقة الطهي البغرير ويقرب لكم الكاميرا سوف تلاحظوا معي اختلاف اللون اللون الاخر سوف يكون أبيض وهذا السميدة سوف يكون أصفر كما قلت لكم إذا تبعتوا وقع النصائح والنار تجعلها عالية لما تكون خفيفة وتجعل البغرير يخمر لكم أهم عوامل نجاح البغرير والله إذا أعطيتكم أسرار مهمة لكي يجيكم زوين ويجيكم تقب ويجيكم كثير من هك ويجيكم من البغرير اللولة حتى البغرير الأخيرة والله الكاميرا لا يحقوا سوف يمتقب من القدام وحتى من الجهة الأخرى يعني كنت شوفوا فيه كله متقب وشوفوا فيه الاختلاف اللون خرجت لي سبارك الله 40 حبت قريباً هنا يحطت لكم غير نصحي نحط لكم كاملة البغرير جا رائع كاملة 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 وينسل كاملة الثقية وينسل كاملة مباركة جداً يمكنك من البيض يستخدم سميدة 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 بيئة درهم سميدة تقريبا سميدة يتباعها بجوش دراهم لأن الحرش يتباع 5 دراهم سميدة يتباعها بجوش دراهم لا أريد سميدة لأنني أريد سميدة في مدى قفيف اضافة سميدة أعطيتكم وصفة اقتصادية و سرية أما إذا كنتم ستفعلون المخبازات ستحصل على قليل من دراهم سأتباعها بجوش دراهم سأتباع المخبازات كما تقول لكم تضربوا على رأسكم انطلاقوا فيديو جديد لا تنسوا اللايك من طبيعة الحال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته